السلام عليكم وياكم غفران سعيد اليسا ال Part 3 من ECG قبل ان نبدأ بموضوع Part 3 خنساوب ريفيو بسيطة على البارتين الاولانيين اللي شرحناهم على ECG اول شيء العالم اللي اكتشف ECG او اول شخص طور ECG هو عالم اسمه ويليام ايندهوفن تقريبا سنة 1900 وراها البيبر ما ECG اولا هي Thermal Sensitive ثانيا راح تلاحظون بها ثانيا اكو Thin Lines و Thick Lines بالبيبر ما ECG مثل ما راح تلاحظون بها عدنا 2 Elements كلش مهمة بالبيبر ما ECG هي Time Speed او ممكن تقول عيه والVoltage راجلنا الHorizontal راح يكون هو Time بينما الVertical العمودي هو راح يكون Voltage هاي المعلمة كلش مهمة ماذا تشوفون الVertical راح يكون Voltage الHorizontal راح يكون Time و قلنا انه عرض المربع الواحد من ECG لSmall Square بالTime اللي هو الHorizontal لSmall Square راح يكون 0.04 second إذن الBig Square اللي هو يحتوي على خمسة Small Square راح يكون 0.02 second إذن راح نحتاج خمسة Big Square خمس مربعات كبيرة من هاي على مدة طلال لعنه 1 second خمس مربعات كبيرة في كل مربعات كبيرة بها خمس مربعات صغار فرح يطلع عنا 25 مربع صغير 25 مليمتر على second الواحدة هاي نقدر نعتبرها الCalibration شون انعائر مالتنا الجهاز من ECG حاليا أما الفولتج مالتنا فالمربع الصغير راح يكون 0.1 مليفولت إذن راح نحتاج 10 مربعات صغار على موجة يطلع عنا مليفولت واحد إذن مربع عين كبار لأن 10 مربعات صغار هي راح تطلع عنا مليفولت واحد هاي معلومات حفظوها ومهمة هاي اللي تخص الورقة من ECG مالتنا ECG يقلنا شنو معنه Electoral Cardiogram Electoral Activity Cardio of the Heart نقوم بترسمها نرسمها Electoral Activity of the Heart قلنا هاي المخطوات كلها حيشينها لازم نكتب الإسم والعمر نكتب date والtime اللي أخذنا بال ECG لانها النقطة كل مهمة نحط الواير كلها حيشين عليها النقطة المهمة اللي قلنا ركزوا عليها وحفظوها كل مهمة هي نحط مالتنا الجهاز ECG على شنو 10 مليمتر على مليفولت 25 مليمتر على سكند قلنا شرحنا هنا ووضحنا شنو قصدنا بعشرة ملي سموها واحد مليفولت اللي هي 10 مربعات و25 مليسكند ووضحناها شلون في يعني إذا كتايم بالسكند لازم 25 مربع صغير يلا ينطينا سكند واحدة بينما إذا نريد نطلع مليفولت واحد فرح تمشي لازم 10 مربعات صغار هلنقطة حطوها ببالكم هم رقمين 10 مربعات صغار 10 مليمتر قلنا مليمتر معناها small secret 10 مليمتر 10 small secret طلعنا مليفولت 25 مربع صغيرة طلعنا سكند تمام هاي سا خلصناها قلنا عدنا 10 الكتروتز 6 منهم رح نحطهم على chest نسميها chest الكتروتز وأربعة منها نحطها بالأطراف اثنين بالإيد واثنين بالرجل قلنا إنه مالتنا بالرجل الright leg رح نيعتبر neutral فهم رح ناخذه فتقد تعتبر 9 الكتروتز عمليا إحنا رح نستخدم بالإيسي جي وقلنا شون نشلبها لل الكتروتز عن طريق إنه أما تكون self-adhesive أو تكون مثل هاي مثل pump أو هاي حتشيناها هسه رح نحشي على leads قلنا إنه الكتروتز التسعة أوكي بينما هذول التسعة الكتروتز رح تطلع ل 12 ليد وعرفنا شلون فسا حاليا إحنا عدنا chest الكتروتز اللي هم أربعة آآ ستة سوري من V1 لحد V6 ذولي رح نتشلبهم هنا نو عرفنا أماكنهم ال V1 وال V2 رح يكونوا بال fourth intercostal space واحد رح يكون بجهة right sternal واحد يكون بجهة left sternal بهذا ال V1 وال V2 بال fourth intercostal space بعدين نروح على V4 ال V4 رح نروح بال fifth intercostal space بال mid axillary line عرفنا نحدد mid axillary line وال V3 رح تكون بين V2 وال V4 midway رح نرسم خاط بين V2 وال V4 ونحط V3 بالنص بينهم ال V5 قلنا هم بال fifth intercostal space بس وين بالضبط رح تكون بال anterior axillary line وال V6 هم كذلك بال fifth intercostal space بال mid axillary line وعرفنا هم ذول chest اللي كترويدز وين نثبتهم بهاي الأماكن وعرفنا شون نحدد fourth intercostal space ودني السوال في كلها أما اللي كترويدز ما الليم اللي رح نجلب بالأطراف فقلنا الحمرة رح نعتبر right arm الصفرة left arm والخضرة left leg والright رح نعتبر neutral محايد أصلا ما رح نجلب يعني ما رح نحتاج أنه نستعمله لأنه محايد إذن رح يكون عدكم تسعة ستة chest وثلاثة رح نجلبهم باللم right left and left leg ألوانهم حطوها ببالكم وهذول الكترويدز وقد قلنا هنالشون نقدر نعرف the clavicular lines وهذا نسوال في كل حاجين عليها وذول هم من حاجين عليهم ها هي هسه حاجينا على موضوع مهم كلش إنه إحنا ECG ما لازم patient لا يكون ريلاكس لا يصير يتحرك لأنه أي muscular activity رح تأثر على reading ما SECG ها همين شفتي همنا وشو رحنا هسه رح نجعل موضوع مهم خلو ببالكم ورقزوا علي إذا سألكم شين هي primary pacemaker of the heart primary الأولية هي S.A node S.I. node هي primary pacemaker بس قلنا إذا صار بها مشكلة بلوغ خربت لل S.A node لأي سبب تكون لأي problem كان فعندنا مكانها AV node هي secondary pacemaker لأنه ممكن كذلك تضطينا rate تضطينا electrical activity بينما pacemaker primary الأساسية فإذا سألكم شين primary pacemaker of the heart أو pacemaker of the heart يعني رح تقول لل S.A node بحالة إذا خربت أو صارت problem بال S.A node تجي وإذا S.A node و A.V node صارت بهم مشاكل problems فرح تجي بياها الperkengy fiber تشتغلك تنطي impulse تنطي electrical activity لهذا حفظوا rate S.A node من 60 إلى 80 نطينا A.V node من 40 إلى 60 والperkengy من 20 إلى 40 هالرقام هم المهمة قلنا مكان S.A node بال junction ما سموها superior vina cava و right atrium عندكم أول S.A node ستطين impulse هاي S.A node لما ستطين impulse ستروح بال inter atrial tract tract بين atria رح يوزع بال right and left atrium لما تتوزع بال right and left atrium atrial depolarization atrial depolarization نقصد بها atrial contraction يعني atria رح يصر ب contraction رح يتقلص الاذين والقلب هنا تقلص مات لانه صار اكو impulse انتشرت بال right or left atrium l'impulse لما جتي بال S.A node رح بال atria سويت لها contraction بعدين جتي لل AV node هنا بال AV node رح تنتظر شوية رح صار مثل delay قلنا هنا رح صار اكو delay بال impulse delay بال electrical activity ليش على متنقى فرصة انه الاتria يصبح contraction والدم ينتقل من الاتria لل ventricles هاي نقطة مهمة delay station نعتبرها بال AV node هنا رح تبقى شوية وبعدين تتحول لما تجي رح تروح لل bundle of hiss من bundle of hiss رح تروح لل right bundle branch و left bundle branch right bundle branch و left bundle branch حطوا ببالكم شغلة كلش مهمة هايحطوهم معلومة لانه ممكن لفيدكم بعدين يعني السبتم اللي هو السبتم اللي يفصل بان right ventricle و left ventricle منه يغذي بالضبط يعني منه يغذي sa av node bundle of his left bundle branch اللي يغذي السبتم رح يغذي left bundle branch left شوفو هذا left bundle branch يعني اذا قل لكم انه السبتم منه يغذي بالضبط منه ينطي limpulse فهو left bundle branch مو right مو اثنين atom فقط left bundle branch رح يغذي السبتم ينطي electrical activity عن متسربة contraction فاللي رح حصر هو وش تيجي l-electrical activity يجي بالseptum عن طريقة left bundle branch بعدين تيجي بالapex small heart من nana رح تنتقله وبعدين تسعد اللي فوقت تروح للbase of the heart من nana و nana النقطة المهم نحطوها بالكم انو right bundle branch وbranch 1 هو هذا رح نروح للright ventricle اما left bundle branch anterior phacicle posterior phacicle هاي المعلوم نحطوها بالكم يعني انو شنو الright bundle branch رح نروح الperkenji fibers بينما left bundle branch رح ينقسم الى anterior phacicle posterior phacicle يلا تروح للperkenji وورا perkenji تروح للleft ventricle لسوي depolarization يعني contraction هاي المعلوم بعدين رح نستفاد منها ورح نحطوها بالإستعدادات الجاية فخلوها بباركم انو left bundle branch بbranch رح انتر posterior posterior phacicle فوراها لما انتقلت هنانا رح يصير اكو depolarization يعني امتلس اوش جتي للسبتم بعدين بالأيبكس بعدين بالبازل هنا مو رح يكون اكو تفاوت الشغلة انو ventricular depolarization عملية depolarization اللي صار بال ventricle عملية سريعة فيعني صح هي رح تبدي اوش بالسبتم والأيبكس بعدين بالبازل بعدين هاي الاطراف مالهارث بس لانه عملية سريعة فرح صار contraction حطوها ببالكم انو خلال عملية حدوث ventricular depolarization يعني ventricular contraction يعني ventricle زمان تدي صبية contraction رح صير at the same time atrial repolarization relaxation تحطوا ببالكم بتغلهم repolarization يعني تبدي بالR repolarization هي نفس عملية relaxation يعني لما صار عندي repolarization معنى هاي صار عندي relaxation فخلال عملية اوش صار عدنا atrial depolarization الاتريا يصبح contraction ورا هيصر عندي ventricular depolarization ventricular depolarization contraction بالventricles at the same time لما عندي contraction بالventricles صار عندي relaxation بال atria بس لانو قوة contraction مع ventricles والsize مع التهم وال impulse كلها راح تصوي mask راح تخفي راح يعني شون راح تشوي شي بحث ما نقدر نحن ventricles ورا ما صار contraction بالventricles relaxation بال atria يتباع حم صار relaxation بال ventricles فاذا اذا اقول لكم ما هي العمليات الاساسية الاثلاثة التي صار عدنا بال heart atrial contraction ventricular contraction ما قلنا اكو atrial relaxation لانو قلنا ventricular contraction اقوى فهو راح يغطى عليه atrial contraction ventricular contraction ventricular relaxation تمام هال التسلسل الحلوم هذا الخط الأخضر نسمي access المحور اتجاه حركة impulse اتجاه حركة electrical activity لأس اي نوع تبدي من جهة right تبدي من هنا مكانها تبدي من impulse و ستأتي impulse فهذا اتجاه حركة electrical impulse بال قلب اتجاه حركة electrical activity بال قلب هذا خط حركة مهم لان برسائلات جاية كل راح اتجاه حركة electrical activity بالحقل راح يكون من جهة right downward لجو باتجاه left هذه المعلومة حطوها ببالكم مهمة حتشينا على هالسوالف والحصر عدنا sodium influx عملية depolarization بعد عدنا potassium influx عملية repolarization contraction والrelaxation together هي راح نسميهم عملية action potential الدص رن بالقلب وهالكل حتشينا وسولف عليها وهنا افتهمنا بالgilvanometer شون انه اي سموها لما نجيب احنا المايو كارديا من قلب ماتي اربط بgilvanometer لازم اكو قطب سال بقطب موجب وقلنا هنا مهم هالما حطوها ببالكم انه اذا كانت حركة الشحنات الموجبة خلال عملية depolarization قلنا depolarization اكو حركة بالشحنات الموجبة sodium موجبة يصير عدنا كان موجبة يدخل خلال السال ماتي فاكو حركة شحنات الموجبة فلما اكو حركة من حركة شحنات موجبة باتجاه القطب الموجبة فراح صار عندي positive deflection نقصة positive deflection يعني بال ECG راح يكون HIG يصعد positive deflection LEAFOG اما اذا صار عدنا حق الموضوع بالعاكس لانو ليش لانو شحنات تتجي باتجاه المعاكس هي موجبة الشحنات تتتحرك باتجاه القطب السالب وقلنا هاي مهم مهم بين لما نرسم ECG لما نرسم باتجاه الموجبة مثلا هنا ECG مالتكم تشوفون انو صاعد مثلا وبعدين نزل فهنا هنا تعرفون اكو positive deflection هنا negative deflection معنا هنا شحنات موجبة تتجي باتجاه القطب الموجبة هنا لا شحنات الموجبة تتجاه القطب السالب فهي مهم وحطوها ببالكم وبعدين قلنا انو احنا لدينا نوعا من الليدات التي نربطها بالجسم نوعا من الليدات ليس من الكترو الليدات قلنا ستطلع على ECG عندنا ورقة ECG هنا مثلا دعونا نطلعها راح تشوفون عندنا ليدات 12 lead 1 lead 2 lead 3 اللي سمو بعدين AVR AVL AVF وبعدين قلنا من V1 الى V6 قلنا من V1 الى V6 دولة شنو قلنا نعتبرهم chest leads دولة مثل ما هم القراءة ما لبتم تطلع نرسمهم على ECG بينما augmented voltage قلنا هذولة نعتبرهم نوع لاخ بينما دولة نركز عليهم اكثر قلنا نوع من lead transverse والcoronal plane transverse قلنا لانه راح تكون بمستوى القلب يعني مثل ما ناخذ transverse section يعني نقطع من نانا مثلا ونجي نرسم هذول فرح نشوفون انه عرض نقدر ناخذ من V1 لحد V6 وعرف اماكنهم وها هاي هاي الشغلة قلنا عندنا coronal plane اللي هي لما نقطع يعني نسموها بالطول راح يكون عدنا اثنيا انواع من lead bipolar leads unipolar leads قلنا unipolar مثل augmented voltage left augmented right augmented voltage foot و bipolar قلنا lead one lead two lead three وعرفنا اللي سموهم الbypolar lead اللي هي من اسمها bipolar يعني قط بين أربطهم سوى عندي ف lead one راح يكون بين right arm left arm نعتبرها negative والleft arm نعتبرها positive يعني هنا راح ان الشحنات الموجب تتحرك من الاتجاه ف راح يكون موجب lead one always positive هيا النقطة مهمة lead one always positive ليش لانه اكسس ما الهارت هي والشحنات الموجب تتتحرك من right arm لل left arm هذا اعتبرو ال access ما الهارت مالت هاد اتجاه فأتتو من right arm لل left arm شحنات موجب تتتحرك وهذا positive يعني شحنات موجب وما تتتحرك باتجاه القطب الموجب اذا فرح يكون lead one always positive lead one بين right arm وال left arm قلت لكم lead الاول بين two arms بين right وال left lead الثاني رح يكون بين right arm وال left foot وال lead الثالث رح يكون بين left arm وال left foot تمام وطبعا نحطوا ببالكم انه lead هذا بين right arm وال left foot همين رح يكون positive اللي هو lead الثاني لانه اصلا اتجاه خليها غير النور اتجاه هي وهذا اتجاه ال axis small hard شوف انه اتجاه كل قريب على ال axis small hard فكذلك lead 2 رح يكون positive باذويها معلومة كل شمو ما حطوها بال ECG دائما lead الاساسي اللي نعتمد عليه على موضة القارن ويا باقي lead او مثلا نرسم او نرسم ال right وال right small heart اللي هي ضربات القلب الدقيقة فناخذ lead 2 لان lead 2 هو اكثر lead اتجاه مات قريب على ثلاثة وابعدين AVL AVR AVF وفيات هنا اكو بالنهاية ننسي في شئ اسم strip شنو strip of the ECG هما نحطوها ببالكم المعلومة نقصد بالstrip of the ECG هو شريط احط بنهاية ورقة ECG استخدم lead واحد من ذول 12 leads انا اختار يجول يختارون lead الثاني سبب اختيام من lead الثاني نظل نعيد بي ونظل نكرر السبب على مدى نشوف rate والrhythm rate هو ضربات القلب باذا نقدر نحسب عدد ضربات القلب من ورقة ECG والrhythm هي القطعة مع ECG تكرر مرة وراء 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 ومنتظمة تشوف نفس الشكل عادت بعدين رجعت ونفس شكلها طبعا بالاستهدادات الجاية بالبارتات ضربات القلب منتظمة كل دقيقة وراء الرhythm هي نفس القطعة تتكرر كل مرة نفس نفسها يعني لا يوجد خربطة ECG فالليد أكثر نستخدمها قلنا lead طبعا لوحنا كان غلط بالملزمة فصححوها قلنا بين right arm وال left arm وقلنا دائما positive هاي النقطة قلنا lead 2 رح يكون بين right arm وال left foot هذي يباوع inferior وال lead 3 رح يكون بين left arm وال left foot هاي همين صححوها لانه يعني بوكتها انا مش رح اتصراح بسو ممكن دكتور بالفيديو قالها يجي وان اكتبتها المهم فهي 6 lead 1 قلنا بين right arm وال left arm lead 2 رح يكون right arm left foot lead 3 رح يكون بين left foot وال left arm قلت لكم شون تحفظوها انه lead 1 دائما نحط بالكم انه 2 arm right arm left arm 2 lead 3 2 left هاي النقطة حطوها يعني lead 3 لما نفكر lead 3 هاي نقولون left arm left foot 2 left الهذا 2 arm ف right arm left arm وهذا الباقيات اللي هي right arm left foot فس عرفنا شون strip of ECG strip of ECG هو ناخد واحدة من دني lead ات اللي هو اكثر lead يمكن يمثل لنا اللي هو lead to لنه لانه هو يشبه access مع heart اتجاه ه رح نحط ه بالنهاية على موض نسوي assessment لل right و rhythm فس ونرجع المالتنا الموضوع قلنا هنان عندنا lead one between right arm and left arm سيكون منها نتجاه فpositive اللي سسموها lead ورح يكون between right arm and left foot ورح يكون كذلك positive وقلنا اكثر واحد المهم هو نحب نستخدم ه ECG ونحط ه بال citrip مع ECG وعدنا اخر واحد lead 3 اللي هو بين left arm and left foot هذا همين كذلك رح نعتبر positive رح يصيب positive لانه همين اتجاه الشحنات همين downward داشوفون اتجاه downward مو عاكس ال lead اللي رح يكون عندنا positive negative هو AVR داشوفون هذا اتجاه خلي احط غير لون هذا اتجاه access مال هار دين نزل جوا AVR leave fog ف AVR رح يكون negative شنو نقصد انه AVR رح يكون negative وين الورقة مع ECG داشوفون مثل هذا QRS يعني deflection ECG اللي سموها نزلة ECG الرسمة ECG نزلة جوا بينما AVR leave fog داشوفو هاي صعدة leave fog هن يكبر حتى تركزون بها ال lead one positive داشوفو leave fog صعدة lead two positive صعدة deflection leave fog lead three positive صعدة leave fog بينما هنا AVR negative جوا ليش لانو قلنا حسب انو القطب الموجب والقطب السالب اتجاه حركة الشحنات الموجب مواتي تروح بالتجاه القطب السالب هاي النقطة خلوها ال AVL نشوفون leave fog صعدة AVF leave fog صعدة تمام هاي حطوها ببالكم معلومة نرجع لمالتنا لانا قلنا lead one lead two and lead three رح نكون positive وشفناها بورقة ECG شنون صارين positive صعدين leave fog عن deflection والتهم صارين leave fog لانو شحنات موجب ابتجاه القطب الموجب تصير عدنا و AVL همين شحنات موجب ابتجاه القطب الموجب لانو هذا access مالتنا AVF همين موجب لانو همين قريبة على access مالتنا بس AVR تجاه عكس access multi عكس نهائيا هذا access multi مننا نازل downward left هذا صعد right upward فرح يكون negative deflection رح يكون مثل هيدا شفون جوا نازل negative deflection لانو شحنات موجب تتحرك بتجاه القطب السالب الشحنات الموجب تتحرك من نانا بينما هي شنو انو هاي من انا الشحنات الموجب ال access مع heart c access مع القلب من نانا انو التحرك ماتي بالعكس تمام فسا نورح الصورة ان شاء لوا اما تتحرك عليها انو هي مجرد حوالي القلب تلكم بالقبل هاي قلنا انو قدنا avl avr avf قلنا avf معناها الفوت نربطها بقطب وحدها والright arm والleft arm نربطهم بقطب وحدهم ونربطهم بالقلفانوميتر بينما قلنا مثلا avl اللي هو left arm نربطها بقطب وحدها والright وال right arm والleft نربطهم بقطب وحدهم ونفس الشيء على حالة avr همين avr رح نربطها right arm بقطب وحدها يعني هي هتكون القطب الموجب والfoot والleg نربطهم بقطب وحدهم وما يكون القطب السالب فهنان رح تلاحظون هاي تكون اتجاه هذا من هذا هاي على هذا الاساس يعني على اساس العسمة المثلث اللي سوينا لما ربطنا right arm وحدها والleft والfoot وحدها لانه شراح يصير هنا خلي جاب لكم قلم رح نعتبر القطب الوحدة اللي هو مثلا avr معناها right arm وحده رح نعتبر هو الموجب وهذا رح نعتبر السالب وهنا نفس الشي هذا لانه ربطنا foot وحدها فهذا رح نعتبر موجب لانه ربطنا واحده وذول اثنين رح نعتبر من فوق السالب وهنا نفس الشي لما ربطنا left arm موحدة فرح نعتبر ها الموجب وهذا رح نعتبر السالب فاذا اجينا هنا بالرسمة تشوفون هذا موجب هذا موجب هذا موجب ومن هنا سيكون القطب السالب فلما قلنا ان avr رح تكون سالبة حركة الشحنات الموجب من هنا عكس access مع hard فرح يكون avr سالب اذا اذا اجينا هنا lead 1 رح يكون positive lead 2 positive lead 3 positive lead 1 always positive شنو نقصد ان always positive حتى لو ممكن اذا صارت خرابط lead 1 رح يضل positive lead 2 قلنا شنو المميزة مات تال حلوة بالموضو ان lead 2 اعتبر هو strip اللي احط بنهاية ECG على مدقيس على اساس rate for rhythm هنا نقلنا avr رح تكون positive avf رح تكون positive عداء avr هي رح تكون negative وافتهمنا ليش رح تكون negative لان احنا اصلا شرحنا بالمحاضرة قبل على موضوع الاقطاب وعلى موضوع ان حركة الشحنات لازم تكون باتجاه بالموجة رح تكون positive deflection اذا بالعكس رح تكون negative deflection هاي كلها افتهمناها فاذا هاي ملخص conclusion للي شرحنا حطوا بالكم لان مهمات يعني لازم تفتهموها ولازم تعرفون هذول ليش positive و negative deflection وتعرفون شنو قصدنا positive negative deflection شوفنا هنا positive هنا positive هنا positive هنا همين بس هنا مهمة حطوها ببالكم فسا هاي وضحة الفكرة بعدين حتشينا على شي لاخ مهم قلنا انه كل قطب عندنا اللي هو right مثلا lead 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 هم هؤلين اللي الـ AVL و الـ LEED1 و الـ LEED2 استخاذي الـ AVL و الـ LEED1 و الـ LEED2 ذلك رح يكسونا الـ LATERAL اما ذول مبينين جوا ديشفون ديشفون مالتهم جوا يعني فإذا قال لكم LEED2, AVF, LEED3 ذلك رح يكسونا الـ INFERIOR الـ AVR رح يكسنا ال-RIGHT و رح يكون NEGATIVE DEFLUCTION NEGATIVE اكو شغلة خلوها ببالكم خلي شرح لكم ياه هسه اكو شي اسمه الـ Access of the heart هذا الـ Access of the heart حيثينا علينا انه هي اتجاه الـ Electricity من لما انتجي من الـ SA node وبعدين رح تتحرك توصل لـ AVL وبعدين تجي بالـ Ventricles وتنتشر وهي فرح يكون اتجاه الـ Impulse مننا لهنا هاي اتجاه الـ Impulse العلماء اتفقوا انه لما نرسم الدائرة مع الـ heart نبدأ بليد 1 بداينا بليد 1 حطيناها لقطة الصفر وراها رح نرسم على اساس الدائرة الدائرة رح تمشي يجي يعني هنا 30 زاوية 60 زاوية 90 بعدين 120 150 180 هذا خط مستقيم يعني زاوية مستقيمة وبعدين وراها احسن 180 وراها نحن بلعكس رح تصير تقل لان صارت سالبة فلما 180 تقل 30 150 ناقص 120 لانا سالبة 90 سالبة 60 وسالبة 30 حطوا ببالكم ان شاء الله كلش مهمة الدائرة مع القلب عكس الدائرة اللي احنا نرسمها بالرياضيات قبل يعلمت نرسم بالرياضيات هاي دائرة الوحدة هنا صفر هنا موجب 90 هنا 180 احنا سالبة 90 احنا بالعكس هاي الدائرة واخروها شو حتى نمسها حتى لا حد يخربط بها هنا بالهارت ما عندنا يجي بالهارت يبدأ من الصفر من جوة النص الدائرة الجوة هاذا رح يكون زاوية ماتة بوزيتف والنص الجوة نكتب طعا شلو هاي زاوية هاي زاوية هاي مجرد زاوية ساعدنا على مد تخيل الاقطاب نتخيل اتجاهها وعلى اساسا نحدد اذا اكو مرض لو لا فهسا احنا حطينا lead 1 هو نقطة البداية مالتنا طعا شو نحدد اتجاهها حسب اتجاهها هنانا هسا احنا هاذا عندنا الpatient مالتنا اللي كل ساعة نروح له ونرجع له هذا لما الريت ار مننا والليفت ار مننا هذا الخط مالتنا كان مستقيم فهما قالوا خلينا نحط على X اكسس مالتنا المحور هاذا اللي بالعروض اللي هو الهوريزانت خلينا نحط عليه lead 1 لانهو عدل صغير فبدأوا بي فحطوه بعدين حطوه وراء منه حطوه وراء lead 2 هاي اتجاهها فلما نجوي بالدائرة رسموه هاي اتجاهها لانه هنا هاي صغير اتجاهها فجبنا بالدائرة كان مرسوم جو عدل فاجينا بالدائرة حطينا عدل 90 درجة بعدين lead 3 حطيناه هاي لانهو عدل هاي صغير اتجاهها من left arm لل left صغير مائل هاي فاجينا حطينا هو صح دقيقة wait lead 3 هاي صغير مائل فاجينا حطيناه بالرس هاي صغير مائل ونفس AVR صاعد لي فوق هاي صاعد فاجينا وحطينا هيتش اتجاهها بالرسمة فعلى هذا الاساس رسمناها وراها وتعب عليها الزوايا الزوايا على مدحنا نعرف يعني وتسهل لنا لما نعرف access small heart فالستة عرفتوا هاي دائرة الوحدة عليها اساس حطيناها خليني مسح على مدلة خارب وطنان فالستة عرفتوا عليها اساس دائرة الوحدة من هنا تبدي من الصفر وبالعكس رحصة 30 60 90 وصعد لي فوقها هنا عدنا شي اسمه access of heart اللي هي التجمع ما الاقطاب ما الهارت وين راح يصير راح يكون يمتد بين سالب 30 لحد positive 120 هاي درخوا للرقم الرقم درخوا هذا من سالب 30 و positive 120 هنا اي شي نورمالي اي قطب راح يكون بين سالب 30 لل positive 120 بين هاي الزاويتين بالدائرة من الهارت راح يكون نورمالي ركزوا علي كلمة نورمالي راح يكون positive deflection deflection متى لي فوق راح يكون يعني بال ECG راح يشوفو اي شي deflection متى positive بين سالب 30 ومية عشر الAVR طالع منها فرح يكون متى negative فنورمالي يعني بالحالة الطبيعية حالة الهارت النورمالي جيبت ECG مع الشخص نورمالي اي مرض راح يشوفون الAVR negative negative والذن بقات positive ليش دولة positive لانه ضمن الهارت فاذا قل لي رانج مع الACCESS مع الهارت اللي هو شنو قذيب الACCESS هنرسمه بفجي اوضح هذا الرانج مع الACCESS مع الهارت راح يكون بين سالب 30 الى positive 120 لان هي الكهربائية من القلب ستنتشر بعدين تصعد فراح تكون بين سالب 30 الى positive 120 هاي كلها فالاقطع متى راح تتوزع هنا AVA 1 2 3 AVF هنا وحتى الاقطاب همين من V1 الى V6 كذلك همين راح تتوزع ضمن هاي الدائرة يعني ضمن الدائرة ما الوحدة راح تكون همين بين سالب 30 الى positive 120 كذلك التوزيع راح يكون هنانا همين راح تكون ضمن يعني همين همين راح تنرسم يعني ضمن هذا الرانج بين سالب 30 الى positive 120 فهذا عرفوا انه ليش بدينا الليد 1 هو صفر لانه كان مستقيم عادل يعني من نانا فيجينا وحطينا اول واحد وخلينا خط الصبر وعلى اساسه بعدين بدينا وزعنا الليدات اللخة الى V2 وراء ورسمنا دائرة مالقلب الاكسس مالهارت قلنا الليدات الليدات ستكون موجودة بين الرانج سالب 30 الى positive 120 بالزاوية مالهارت يعني هاي راح تكون و هاي راح تكون لانه الاكسس مالهارت منا نتجاهه و راح يتوزع هاي فهايف تهمتوها تمام الى V2 راح يكون نقطب لانه خارج الاكسس مالهارت برا الاكسس مالهارت اللي هو بين سالب 30 بس هو AVR نورمالي راح يكون نقطب اذا هو AVR نورمالي نقطب هادا اشراح يفيدنا هادا راح يفيدنا هادا راح يفيدنا انه نعرف اتجاه الهارت اكو اشخاص عندهم في حالة مرضية اسمها ديكستو كارديا اللي هي القلب يكون معكوس فبهاي الحالة ممكن راح تشوفون انه الـ AVR مالتهم صاعد موجب فبهاي الحال راح تشكون انه هذا الشخص معناها القلب ماته معكوس اتجاه القلب بحيث انه الـ AVR مالتهم صاعد موجب طعن هاي حالة نادرة واذا شافوا انه الـ AVR سموه positive مرات المفروضة عيدون الـ ECG الا كم مره عاده وشافوا بكل المرات طلع لي موجب وهاي معناها ممكن انه هذا المريض مالتكم عنده حالة انه القلب ماته بالعكس مو باللعكس باللعكس المهم السعر يعني خلوه ببالكم بس المعلومة بس ان جنرال الاكسس مالهارد تحضوا له الرقم بين سالب 30 الى positive 120 اتجاه الحركة مع الـ impulse مالهارد رح يكون هذا مادتنا السهم و الـ AVR و الـ AVF عرفناهم شنو عرفنا انواع بقت بس شغلة وحدة مهمة حطوها ببالكم انه قلنا هي تعكس الانوتومي مالهارد بقتلنا الذني الـ V1 و V2 قلنا رح تعكسنا الانتيريا و شوية من الـ right ventricle الـ V3 و V4 بين الانتيريا والسبتل و الـ V5 و V6 رح تعكسنا الـ lateral و الـ ventricle إسه خلين الجسور حتى نوضح لهنه الـ V1 و V2 رح تعكسنا الـ lateral و الانتيريا الـ right ventricle و شوية من الانتيريا الـ V3 و V4 رح تعكسنا السبتل كذلك من الـ apex small heart مننا هاي الـ apex small heart يعني جود V4 يقابل الـ apex small heart و V5 و V6 رح تعكسنا الـ left ventricle و الـ lateral و ها هي معلومة بس حطوها ببعضكم يعني بكيفكم اذا يعني ماما موجدة بالمنزلة بس حلوة يعني انه AVR قلنا هو negative و AVL و AVF positive مجموع AVF و AVRL اثنين اعتهم بدني مالتهم الـ QRS الـ wave اللي بعدين رح نعرفها يساوي هاي بس بال- negative يعني مثلا اذا كان طالها السالب 6 وهي كان طالها سالب 2 ف سوري بالعكس هاي موجة بادقنا هاي كان طالها موجة بس وهي كان طالها موجة بس و هاي كان طالها موجة بس ف هاي رح تكون سالب 8 هاي تفيض قبل قناءات مال ECG يعني سالب 8 مربعات ستكون مالتها دفلكشن النيكتف ها اذا كانت بوزيتف اثنين مثلا واحد اثنين ها رح تكون مثلا ستة هذا قانون يعني احطوه ببالكم بس يعني ممكن تفيدكم بالمستقبل بي اي سي جي لما نشوفون انه ال اي ذي ار هي المفوض استاوي ال اي ذي اف زائد ال اي ذي ال بس ال اي ذي ار تكون نيكتف وللعدم يعني هذا هذا المثلث اللي شرحنا عليه ما الليد وان ليد وليد ثلاث يسموه مثلث ما الايند هوفن ومع فقانون همين اكاي اذا حسابتم المربعات مثلا's lead one يعني المربعات زائد double three رح تساوي طول lead two يعني معناها يیکنتو نيما تسمعون هذ القانون رح تعرفون ان lead two رح يكن عطوال من الacle lead two with lead one with lead two زائد lead one يلا يطلع لكم lead two الآن وصلنا للموضوع كل مهم بالECG اللي هو الموجودة بماتي للترايس ترايس يعني نقصد به هو هذا القطعة مع الأي سي جي الموجودة في الساعة لدينا قطعة من البداية لنهاية ترايس مع الأي سي جي شن هي الأشياء اللي راح نشوفها بيها أول شي حط ببالكم أنه هاي الحروف المستخدميها هاي ما بيها معلم هاي الحروف عبارة عن حروف أبجدية P-Q-R-S-T وبعدين أكو U موجودة وممكن المهم فساعدتوا ما بدينا نقعدكم P-Q-R-S-T تمام فساعدتوا لما نشوفون شريط ما الأي سي جي لما نشوفون فادي ترايس آية ترايس واحدة من الأي سي جي شرح تشوفون بيها أولا راح تشوفون P-Wave دفلكشن صاعد P-Wave بعدين نشوفون Q-R-S ويف بعدين نشوفون T-Wave تمام طبعا سرح تقولولي إحنا مو قلنا إنو عدنا كوماليدات ليد 1 ليد 2 ليد 3 وبعدين عدنا AVL و AVF وعدنا V-A-T هم من من V1 لف6 هذا الشنو هذا هذا الليد 2 قلت لكم إحنا راح نستخدم ليد 2 كما رجع إلنا أكثر شي راح نعتمده لأن الرسم ماته مع الإي سي جي أرتب شي يعني راح يكون positive deflection بي وهو يعني الأكثر شي راح نستخدمون عليه بالشرح أغلب المصادر راح تلقوهم يشرحون على ليد 2 بينما الليدات الأخرى يعني ممكن مثلا الـ AVF راح يشوفه negative deflection الـ AVF راح يكون ممكن أقصر ممكن ذني فهايا ما لا علاقة فيعني هو مجرد جايبين ليد 2 كما رجع على مودي قرون عليه الوايفات اللي هي P-Wave QRS-Complex T-Wave والأخرات همين بها هايا بس بتختلف قلنا شنو السبب انو راح تكون يختلف الدفلكشن مالتهم حسب محاذاتهم للأكسس مالهارت إحنا جلنا حتى طلعناها بالصورة دعونا نطلعها السمارت والأخلط التوضيح يعني وانو الصورة بوقت هي قلنا انو الـ 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 رح يكون كذلك باتجاه الـ 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 أقرب واحد رح يمثلنه الكهربائية مالهارت فهو أكثر شي رح نستعمله على المود نوضح ونفتهم الفكرة بينما باقي الليدات موجودة بس شوية تختلف يعني مثلا ممكن يكون مالتها أطول الـ 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 يعني أكو دفرنسز شوية بالموضوع بينما أرتب واحد رح يشوفوا رح تقلون عليه هو الـ دفرنسز شوية بالموضوع فهو هذا الرسم معدكم هذا من دفرنسز شوية بالموضوع مبدئيا أغلب المصادر تعتمد على دفرنسز فهسا خلي نجي على جزء 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 من الترايس مال ECG مالتنا أول واحد رح ناخده هو الـ 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 يعني بالـ بعدين بالـ رح يصير عندنا يعني يعني بوقتها قبلها بالإستعداد قلنا انه ليش ما رح يطلع عنا بالـ الـ 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 قلنا لأنه الـ بنفس الوقت لما الـ يصير بيها يصير بيها ريلاكسيشن بالـ الـ فقوة ريلاكسيشن بالـ ماسك لتخفي مدى تخلي الـ ريلاكسيشن يباين فبالـ الـ الـ بعدين ريلاكسيشن بعدين ريلاكسيشن يعني الـ بيها الـ وبعدين بيها الـ زيلاكسيشن فإستحفوا انه الـ هي الـ التخليل التخليل بعدين الرابع و بيها المتعير التخليل و الـ ريلاكسيشن بيها جيدت لنسأل التخليل تبدي بالر تبدي بالر تبدي بالر تبدي بالر فعلى متبقى ببالكم فهسا خلي نرسم قلب قلب مالتنا هنانا هاي الايتريا و هاي الفنتريكلز مننا تجوه هذا القلب مالتنا هسا هنانا اول شي راح يصير عدنا اول شي هنانا اكو ايه 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 ا يعني مثل خط الأيسي جي متماثل يعني آيزو متماثل يعني خط عدل آيزو الكترك لائن لأنه ما كان أكوش شي يعني شارت القلب يعني واقف يعني سوم متوقف ما ما بيحركة بالالكترونات لأن قلنا إنه الموفمنت أوف شارجز هي اللي رح سسببنا الهاي الدفلكشن اللي يصير بالأيسي جي فلما ما كان موفمنت بالشارجز هنا خط آيزو الكترك لائن جت الاس اي نود وسوتنا الكترك الامبولس حفزت الاتريا سوت بها كونتراكشن جت البي ويف البي ويف حتمثلنا الكنتراكشن الصار بالأيتريا رح تشوفوها شوية وايد تعتبر لأنه هي شوية يعني الأيتريا تاخذ شوية تساين لما نصير بيها دي بولاريزاشن يعني هاي تعتمد على الكنتراكشن سيستم مالتها ان جنرال الاسبيد اللي تنتقل بيها شوية حتكون أبطأ من الفنتركل الفنتركل يعتبر من الناقل مثل بيركنجي تعتبر سريعة فتنتقل بيها اسرع فتشوفو انه الكيو ار اس الليها الكنتراكشن دي بولاريزاشن معل انه الكنتراكشن اكبر وبي سابتهم وبي بيس وباذنه رح تكون كل الحلق الدوتي بينما هاي تاخذ مسافه منا الى هنا فحوطوه بباركم فأبوش رح حصل عدنا البي ويف الليها الكنتراكشن مالاتريا لما نتجي للأي ذي نود الامبولس قلنا حصل بيها دي لي شوية فهذا الديلاي لشوفوه هنا هذا الديلاي اللي خلي البلاد ينتقل من الاتريا للفنتركل ويها الكنتراكشن مع الاتريا فساعدنا البي ويف شراح تمثلنه الاتريال دي بولاريزاشن اتريال كونتراكشن البي ار سيجمنت اولا شخص رح يزال ليش ما سميناها بي كيو سيجمنت ليش سميناها بي ار سيجمنت لان هي مجردة تمثل هاي المسافه السبب لانه بعض الليدات كذلك بعض الاجزامة الاسي جي لكيو ما تبين كلش واضحة تمام فهما سموها بي ار وبعدين مشت عليها فيعني هما يقصدون هاي المسافه بين بي والكيو يعني هاي المسافه الخط اللي رح يكون بين بي والكيو يعني مو الخط بين بي والار بس هما سموه بي ار سيجمنت سيجمنت يعني قطع هاي اذا احد سألكم بي ار سيجمنت شا تمثل؟ تمثل الديلاي اللي دي يصير بالاي في نود قبل تنتقل الامبولس او لكترك الاكتبية من الاتريا للفنتريكل فساعدكم البي وي بجينا اي تريال دي بولوريزاشاشن البي ار سيجمنت ركزوا كلمة سيجمنت اللي هي حتكون اللي تمثل الديلاي اللي رح حصير بالاي في نود بعدين عنا الكيو ار اس كيو ار اس كملكس هذا الكيو ار اس كملكس شماثل يمثل لنا الفنتريكيلار دي بولوريزاشن الفنتريكيلار كونتراكشن بس شنو ليش اعكو qrs و ليش ال r صعد لي فوق يعني positive deflection بينما ال q وال s negative deflection احنا نرقز وياي الشغلة شوية تحتاج لها تركيز فحاولوا تركزون بيها خلنا نختار غير لور عمدي بيين هتكم هذا ال heart ال heart لما يتوزع به الاليكتركل اكتبيتي رح يكون على ثلاث مراحل اولا بالسبتم رح يصار التوزن اول شي يعني الاليكتركل تيجي تيجي بالسبتم من ال left bundle branch بعدين تيجي بالbase of the heart بي سوري قاسي ال apex of the heart هذا ال apex وبعدين تصعد للbase فستعدكم ثلاث اماكن اولا السبتم ثانيا ال apex او الماجر part of the heart اللي هو هذا ثالثا مننا ومننا ال base small heart فهنان اولا اللي هو رح يكون ال q بعدين هنان ال r وبعدين ال s فيعني سانا ما نشوف ال qrs لانو توزع الاليكتركل اكتبيتي بال ventricle اولا حيكون بالسبتم ثان رح يكون بالماجر part of the heart اللي هو ال apex مننا ومن بعدين رح يسعد يروح لل basal part of the heart زين السا اكو احد رح يسأل ليش اذا هو توزع ليش دي يكون ال qrs يquito ls negative deflection ليش جو دة شير اميد افتح من هناعمى هنا عنا معلومة قلتلكم مياها بالسلايدات القابل وقلتلكم حطوها ببالكم لا تنسوها اللي هي ال� sub tom منو لي غذي left bundle branch هذا رح يغذي Rح يغذي بحيث انه تكون يعني شCONễ بغذي من جو يسعد لي فوق الاليكتركل هذا have whole activity لانتقل ما من الضغط يعني هذا الليفت ضغطami سيساعد他是 aquesta nellامة يعني من هنا والإمبلس ستنتقل Framework wastewater فالسهم هنا رح يعاكس سيسم السهم اللي راح نعلم هو� connectors casi الامة cœ يعني من جهة down B راح ينتقل ب衡جد بثرتا ومعاكس رح تنتقل جهة right واللي ال ét يعني upward فاتجاه السهم مارتها أراكس بدي عكس اتجاه الأكسس فرح الكيو اللي هي تمثل من الفنترقل زي السبتم رح تكون رح يصور بيها رح يصور بيها تمام الار هي رح تمثل الماجر بارت الماجر بارت ما الفنترقل اللي هو هذا الايبكس الجوه كله رح تمثله الار اهنانا اتجاه الانتقال الشحنة بيها حيكون مثل اتجاه الارت هي جي رح تنتقل باتجاه السهم مالهارت ورح تكون قوية لانه هي الماجر الارية كبيرة كلش بالهارت يعني هاي الارية كلها رح تنتقل بيها فهنانا رح يكون دفلكشن ورح يكون عالي كلش لانه الارية كبيرة والمفلس رح تنتقل كبيرة يعني فرح تكون هنانا الدفلكشن positive دفلكشن وقوي وسريع لانه قلنا الconductive system مالهارت بالفنترقلز رح يكون بهواية اسرع من الاتريام هاي المعلومة مهمة وحطوها كلش ببالكم اما الاس فقلنا رح تمثل البيزل يعني منطقية لسه حتى لاني مشرحت لكم انتو رح تتخيلوها شنون هنانا رح تصعد يعني هيج رح تصعد الكهربائية رح تيجي هيجي تنزل بالسبتم بعدين هيجي تنزل جوا اللي كيو بالسبتم بعدين بالميجور بارت رح تنزل جوا بعدين رح تصعد ليفوغ تصعد ليفوغ احنا اتجاه مالتنا الفكتور مالهارت الأكسس دي يكون هيجي وانحنا ده تصعد ليفوغ باتجاه الرايت يعني هم مثلا من انا رايت ده يصير هاي هيجي ده يصير فأنتو منطقية حتوقها ستكون negative deflection حصير الاس negative deflection فيعني ليش الكيو ار اس complex ال ventricular depolarization contraction ما ال ventricle بثلاثة وي ذي هي كيو وار واس لانه انتقال انتقال ال impuls بال ventricle رح يكون على ثلاث مراحل اولا حينتقل بالسبتم رح يكون negative deflection انتجاهها رح يكون upward و rightward بعدين رح يكون بالميجور بارت اللي هو حيكون باتجاه ال اكسس فرح تكون positive deflection وقوي وبعدين اخير شي الاسي اللي رح تمثل البيزل هاي الاطراق فرح يسعد لها رح يسعد لها ال impuls فرح تكون عكس اتجاه ال اكسس فكذلك رح تكون negative تمام خير كلش 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 مهمة النقاط تحطوها ببالكم وتفتهموها لانه يعني يعني كلش رح يساعدكم ان تفتهمون انه ليش اكون QRS وليش ال QRS يترسم فسحنا مبدئيا شه تعلمنا لها تعلمنا اكون iso-electrical line P-wave قلنا ال P-wave تمثلنا atrial depolarization بعدين PR segment ال PR segment قلنا ليش تسمينا PR لان هما مشت عليها هذا الاسم وتمثل AV delay ال delay رح يصبح AV nodes بعدين عندنا Q اللي هي تمثل septal depolarization بالseptal بعدين R اللي هي رح تمثل major part mal ventricle يصبح depolarization المفروض غلط المفروض تكون رفيعة لان هي سريعة ستكون في المدة المدة الزمنية هذي مثل time فالمدة زمنية هتكون سريعة بعدين الاس اللي هي basal اللي هي base small heart رح يصير به فهذا اللي هسه احنا تعلمنا برسم ECG فأنتو لازم اي شي ترسمو بخط ECG تعرفون معنا P بعدين PR segment بعدين QRS وهكذا هسه وصلنا للST segment خلصنا P بعدين PR segment بعدين QRS complex هسه الST segment اللي هي تربط بين QRS والT wave شنه الST segment الST segment ورما صار septal depolarization major depolarization basal depolarization heart ventricle كله صار بي depolarization depolarized الheart كله صار بي ventricle يعني كله صار بي depolarized يظل فترة من الزمن هاي الST segment لما صار كله depolarized completely يعني صار بي depolarized بعد ما ماكو موفمنت بالشارجز احنا قلنا حركة تشارجز هي لسا ونا الدفلكشن هاي عدناها كومه هي اللي تخلي القلفانوميتر يتحسس ماكو حركة بالشارجز اكو iso-electrical line معلها ماكو ماكو deflection ما رح حصر عندي waves هنانا فورا ورا مايصر contraction بال ventricle رح تجي فات فترة زمنية قصيرة يعني اللي هي تقريبا 0.1 سكن فترة iso-electrical line فترة انو ال ventricle صار completely depolarized كلها depolarized يعني صار صوديوم انفلاكس وكمل وقفت العملية وراها ورا ما تعبر ال ST segment يعني سيدة اقول لكم ال ST segment تمثل تمثل depolarization of the ventricles عملية depolarization كملت والهارت بعد ماكو موفمنت بتشارجز لانو كما صار septum بعدين صار basal بعدين major وراها رح صار عدنا repolarization عملية relaxation وقلنا عملية repolarization بكتب المحاضرات القبل قلنا رح صار potassium efflux فهنا رح صار عدنا عملية repolarization اللي هي T wave اذا T wave شو تمثل لنا relaxation malventricles relaxation malventricles رح يكون مو مثل ال contraction رح يكون كلهم يبدو يصير بهم relaxation يعني base مثلا وال apex والseptum at the same time يعني يصير بهم انه تدخل potassium flux وتصير العملية فاليهاي رح تشوف ناك wave مو qrs ثلاث ثلاث wave وحدة هي T wave اللي رح تمثل ال relaxation همين انه رح تكون ابطأ شوية لانه البوتاسيون ليش رح تكون ابطأ شوية وطول لانه شرحناها بالمحاضرة سابقة اول بوتاسيوم flux و calyceum influx يعني رح يدخل calyceum ورح يطلع potassium فهاي رح تصير فترة مثل plateau هنا هتصير هاي شوية فترة البلات تو اللي هي يعني رح تكون يعني اللي شاف المحاضرة سابق رح يفتهم انه رح صر عندنا تعادل بشارات لان calyceum دي يدخل potassium دي يطلع فراح يصير عندنا T-Wave اللي هي رح تمثل relaxation مع ventricles فهسا خلي نجي نرسم لنان عندنا ST segment وبعدين هنا عندنا T-Wave تمام فهسا شنية الاشياء اللي رح يشوفوه شنية الالامنت اللي رح يشوفوه بال ECG نبدأ بالبداية او شيء اعزو الكتر لان لان مو تشارج P-Wave P-Wave رح تمثل atrial depolarization contraction مع atria PR segment وراها اللي رح تربط بين P و QRS PR segment هتمثل delay اللي حيصر بال AV يعني لما تنتقل الampulse من ال atria اللي هي لل ventricle وحصر اكو delay بال PR segment بعدين QRS complex اللي هو رح يمثل ال ventricular depolarization ventricular contraction ب تلافة QRS اللي هي هتمثل septum R اللي هي major part myocardium my heart T وبعدين S اللي هتمثل ال basal اللي هي الاطراف بعدين ST segment ST segment اللي رح تربط بين QRS وال T ش رح تمثل لما ال heart يكون completely depolarized completely depolarized الاخير ش رح سر عندنا T wave T wave اللي هتمثل relaxation relaxation with myocardium relaxation with ventricle multi و خلصت هاي فهسا وراها عدكم هسا خلصنا دولة اللي فوق P PR segment QRS complex ST و T wave هسا عدنا شي اسمه P interval PR interval لا تخربطون بين PR segment والPR interval أبد هاي المعلومة لا تخربطون به PR segment هي segment قطعة من اسمه segment يعني قطعة قطعة صغيرة هتربط بين P والQRS وتمثل AV تمثل AV نود لما رح سب بهذا الغي أما PR interval PR interval من اسمه interval فترة segment مجرد قطعة صغيرة interval فترة فهاي رح تشمل الP wave كلها زائد PR فيعني إذا قللكم الPR interval فش رح يساوي P wave زائد PR segment P wave زائد PR segment فإذا قل لنا PR interval شي يمثل PR interval رح يمثل الcontraction اللي حيصر بالإيتريا زائد الdelay اللي حيصر بالAV node أوكي فس هاي عرفناها هسا عرفنا أول interval اللي هو PR interval اللي هو حيمثل الcontraction يصر بالإيتريا وانتقال للAV node لما يصر بي delay أوكي هسا عدنا interval لاخ اسمه QT interval اسمه QT interval اللي رح يشمل QRS زائد T wave QRS complex زائد T wave انتو لما نتقلون اسم interval رأسا نتحطون لبالكم فترة فترة يعني شي طويل يعني رح تشمل أشياء هواية فلما نقول PR interval يعني تفكرين انه P wave زائد PR segment لما نقول انه QT interval يعني رح يشمل QRS كلها زائد T wave فسا سؤال رح يجيكم اذا قللنا انه معناها QT interval رح يمثل لي سهلة QT interval رح يمثل لنا كل الaction اللي يصير بالventricles رح يمثل لنا the depolarization and repolarization of the ventricles رح يمثل لنا عملية الaction potential اللي صر بالventricles كلها ف QT interval QT interval رح يمثل لنا شو كو شي يصر بالventricle عملية اوشي depolarization للventricle and then repolarization عملية contraction زائد relaxation هذا الكو تي interval تمام هال معلومة حطوها ببالكم لانه مهم الكو تي interval رح يشمل لQRS زائد T wave تمام اما الPR interval فقلنا رح يشمل انه الimpulse من تبدي بالSA node الى ان توصل للAV node هنا SA node سوات النا وهنا بالAV node فالPR interval رح يشمل الATrial contraction والAV node delay رح يشمل من الimpulse من اول ما تبدي بالSA node لحد ما يصير بها delay بالAV node فسا اذا احسألكم شنية الelements اللي انا اشوفها بالtrace من ECG هتقولوله اولا P wave تعني QRS complex ثالثا T wave رابعا PR segment خامسا ST segment سادسا PR interval سابعا QT interval وكذلك يتذكرون ال ISO electrical line همين لانه اول ما يبدأ اول لما ينتهي رح يكون عدكم ISO electrical line فهسا هاي الelements اللي اتو هشوفوها بالtrace من ECG بعد اكو element لوخ واحد حيزا ايه اكو element لخ اكفد شي اسمه J point J point هي منطقة ارتباط S ويا ST segment يعني هاي J point هي نقطة ارتباط QRS ويا ST segment هاي J point هاي الزاوية الهنانة هاي حنسميها J point هاي ايش حتمثلنا حتمثلنا انتهاء عمليات Depolarization عمليات Depolarization الصايرة بالهارد لنقطة انتهاءها هي J point وراها رح يكون الهارد completely Depolarized ويجي وراها عمليات Repolarization فسا elements او ممكن اقول لكم components ما ECG عايزو الكترك line P wave PR segment بعدين QRS complex ST segment T wave بعدين PR interval J point QT interval هاي الهارد اللي رح تشوفوها بال ECG اذا عجبونا trace من ECG كنا هذا lead P wave atrial depolarization QRS ventricular depolarization T wave repolarization ventricles وهم من هاي شرحناها بكوما بس انه لما تجيك ورقة من ECG لازم يكون موجود بها الاسم لازم العمر date of birth time date كلش مهمة لازم لازم تكون موجودة ومرات يكذبون indication واذا نسوي قبل ECG لولا اذا نسوي فنرقمها يعني نكتب يعني maybe number يعني مثلا ECG يكتب علي رقم واحد هذا ECG رقم اثنين مثلا بالذات فلازم تترقم ECG لان هو هواي يمسوي ECG الكلبرايشن هجينا هواي علي الكلبرايشن نعاير الورقة على 10 مليمتر على 25 مليمتر على second قلنا شنو معناها معناها second اللي سموها شريط ECG 25 مربع صغير يسوي second وحده هنا 10 مربعات صغيرة سوينا ملي volt هاي شرحناها وافتهمنا حتى طبقنا وعرفنا شنو طلعنا 25 بالضبط الrate والريدم هاي رح نشرحها بسلاعيذات الجاية وكل مهمة وقلنا هاي الrate والريدم علي اساس نسوي لها اساس شنو نقدرها عن طريق السترب اللي هو lead وبنهاية ECG رح يكون عدنا يمثل نشوف على اساس الrate والريدم ال اكسس حتشي علي وهم رح نحجة علي والألمنت هاي شرحنا هذول الألمنت ما الترace ما ECG ذلك كلهم هذان النقاط لازم واحدة واحدة نحتملها لما نريد نشوف ECG مالتنا نشوف الCalibration الCalibration يختلف من دولة دولة يعني احنا بالعراق ويعني مو بس العراق قومة دول همين الCalibration مالتهم رح يكون 25 مليم ويعني السكند الوحدة هتكون 25 مالتهم اما هذا فى 10 مالتهم او 2 مالتهم يلا اتمثل ملي فولت واحد لانه وحدة القياس ماتنا ملي فولت وهنا وحدة القياس ماتنا second فهاي الCalibration مال ECG فحسب الدولة قلت لكم انه احنا بالعراق ومو بس بالعراق هواي دول رح تعتمد الCalibration مال 25 ملي متر على second فهاي شغلة ثابتة يعني احنا تحفظوها انه كل second معناها 25 ملي مربع صغير هسه رح نجعل موضوعين كلش مهمات لازم تركزون بها اللي هي rate وال rhythm حنشرح ها بال part الرابع